موسيقى حياكم الله في نشرة اخبارية خاصة بالجزائر وهذه العنوين السماح للنشرة السياسي رشيد نكاز بمغادرة الاراضي الجزائرية الاتحادية الجزائرية للملاكمة تطعم في قرار اقصاء ايمان خلاف واستيراد ستين طن من اللحم السودانية لضبط الاسعار موسيقى رفع الرئيس الجزائري حظر المنع من مغادرة الاراضي الجزائرية عن النشط السياسي رشيد نكاز وكان الرئيس الجزائري وقع يناير الماضي مرسوم رئاسيا يتضمن اطلاق صراح النشط السياسي رشيد نكاز بعد قضائه اشهر في السجن بتهمة التجمهر والاخلال بالنظام العام موسيقى تمكنت مصالح الامن بولاية وهران من حجز 159 كيلو جرام من اللحم الحمراء كانت على متن مركبة سياحية في غياب شروط النظافة والتبريد ومن دون رخصة طبية وبعد معاينتها من قبل لجنة الصحة ونظافة تبين انها غير صالحة للاستهلال موسيقى كشف وزير الرياضة ان الاتحادية الجزائرية للملاكمة قدمت طعنا بعد اقصاء الملاكمة ايمان خلاف من تنشيط النهائي الملاكمة المقام بالهند لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لم تقبل الطعن وتعحد الوزير ببدل كل ما يجب على مستوى الاتحادية والوزارة للدفاع عن القضية موسيقى أسفر حادث انحراف سيارة وانقلابها بولاية أم البواقي عوفات شخص وإصابة ثلاثة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى محمد بوضياف بالولاية نفسها موسيقى كشف السفير الجزائري لدى السودان استيراد ستين طنا من اللحوم الحمراء في دفعة الأولى من السودان مؤكدا أن تصدير أول شحنة جاء بناء على اللقاء الذي جمع الرئيسين السوداني والجزائري على هامش القمة العربية موسيقى سجلت الحماية المدنية هزتين أرضيتين في ولايتين وحسب بيانات الحماية فقد سجلت واحدة بشدة ثلاث درجات فاصل ثلاث حدد موقعها بخمسة كيلومترات جنوب غرب بلدية تادامايت بتيزوزو والثانية بلغت شدتها درجتين فاصل ستة حدد موقعها بأربعة كيلومترات شمال شرق بلدية العبادية بولاية عين الدفلة بهذا الخبر تنتهي نشرتنا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة